السلام عليكم ورحمة الله وخاوة إن شاء الله تكونوا بخير اليوم حبيت نحكي مع أخوتي في موضوعه ومهم مهم بزال سواء للصيادين القدم ووضع الصيادين الجدد من جهة الصيادين القدم نتمنى ويا ربي إن شاء الله يا ربي تعاونوا خاوتكم بالمعلومات اللي قادر يعاون بشي معلومة يعاون اللي قادر يعاون بناصيحة يعاون لأنه الخاوة رانا كل يوم نسمعه فاجعة وكل يوم نسمعه صياد راهو غرق صياد راهو اختفى صياد راهو ما كانش علاش لأنه ناقص الوعي من جهة وكانت التسرع من جهة لذلك اليوم حبيت نحكي في الموضوع هذا ونحكيه فيه ونطرقوا لي خاوة بكل موضوعية من بعد وخلاص على اللي ما جيناسي لهواي هذه الخاوة راه من أصعب الهوايات لينمارسوها ومن أصعب الرياضات لذلك ما نقدروش ندخلوا الحرب وحنا بدا سلاح هذه قاعدة ما نقدروش نطلعوا للقمر وحنا معناش الأدوات يتسمحنا باش نخرجوا من الغيادة في الجوي أصلا احنا ما زالنا نمشيوا على الله لذلك نمشيوا معها واحدة واحدة ما عنا عليها نسرعوا ما يشكي نلبس الأدوات وندخل نضرب حوتاس كيفا ديران يا سياد لا لا لولا قبل ما نوصل نتعلم الخاوة حاجة كيف ما نمشيوا منهجية مع نفسنا نمشيوا بالمنطقة ومشيوا بالواقع نواجهوا الواقع تعالى ما كان حتى حاجة وعرا وما كان حتى إنسان وصل بلا ما يتعب هذه قاعدة خاوة وهذه سنة تربية سبحانه وفي خلقه لذلك وش لازم علينا أول حاجة نديروها نكتسبوا معلومات حول الأدوات نستعملوها في الهواية تعنا لا ناوش راح نركزو ركزو على الجانب النظري كما نجمعو المعلومات المعلومات هذه من نجمعوها كما نكذبوش على بعضان هذا واقع عايشين الخاوة لا ريزو سوسيو والله الانترنت رأو معمر نقولوها نقولوها بالصراحة معمر بلي فو بروفيل كل إنسان والغاية تعه وشي هي من وراء للنشر تعه والمعلومات ما نقولوش كلها إلا ما راحي مع ربي بركزي صادقة ولي تلقاوها يعني صادرة من وناس ثقات وناس في المهنة وناس في الهواية وناس عندهم خبرة كبيرة هذول الناس اللي نقدرون ولي وليهم لذلك نحاولو كفا نجمعو المعلومات تعنا من مصادر موثوقة ومنع تامدوشها خاوتي على مصدر واحد لازم ننوعو المصادر تعنا وتكون كلها موثوقة من بعد ما نكونو معلومات من جانب النظري الخاوة روحوا لجانب تطبيقي جانب تطبيقي خلي الحوت بعيد ما زالو الحوت ما نحكيوش على الحوت او يجي وحده والله يا خاوتي يا الانسان كيتبع منهجية صحيحة الحوت غير يجي ليطابة ذي كنتولي تتمتع لانه المتعة تعليه هواية تعنا ديبيطون هي راحت للمتعة تعليه ترحله في الاكتشاف لانه تخلي العالم جديد والبروفيسيوني المتعة تعليه لانه من بعد ما يفوت المراحل اللي راح ندرجه فيهم بمرحة حالية من بعد ما يفوت المراحل هذوك المتعة تعليه في الهواية من بعد يقول لي التركيز تعليه يخرج خلاص ملحوا يجتع الماطرية يقول لي يتمتع بالموحيطة ذاك يتمتع بخلق ربي سبحانه لذلك الخاوة نمشيوا بمنهجية لو لا نخموا في الادوات نحاولوا كيفية نكتسبوا معلومات على الادوات نستعملوهم نحاولوا نكتسبوا معلومات باش نفرقوا بين الادات اللي مليحة وليعيانة من بعدها نحاولوا كيفية نتأقلموا مع ارتداء هذه الادوات لانه الجسم تعنا خلقناها ربي سبحانه وباشر الجسم تعنا بين راح ندخلوا الموحيط مغاير على الموحيط اللي رانا عايشين فيه ورح نغتديوا ادوات لمغايرة على الادوات نستعملوها في حياتنا اليومية لانه في الحيات اليومية احنا نتنفسه بالانف والفم اما في البحر نتنفسه غير بالفم جانا هذا اكبر عايق راح يواجهه الصياد ورح يتشوكه فيه هذه اللولة ثانية احنا في الحياتي عنا العادية عنا لباس عادي نرتدوه لكن في الماء عنا بدلة صيد بدلة صيدة هذه عندها كاغول وراح تشكل علينا عايق ونحسه بضغط وغمه وقدر حتى كان يدلوا فيرتيج كان يدلوا يحس بروح وانقباض فندا تنفس لذلك نحاولوا كيفية نتأقلموا معاه احنا في الحياتي العادية عنا الخاوة تمشيوا على الرجلين اما في البحر عنا زعانف ونبالميون نجدفو نحاولوا كيفية نتأقلموا معاه هذو كامل اشياء تفاصيل رح يوخذوا التركيز تعنا تسعة وتسعين في المية تسعة وتسعين في المية تركيز تعنا رح يكون عادي ما نقدروا شو من نروحوا دير اكتو من نشير شوى على الأسماك وحنا في الحالة هذه الخاوة نمشيوها بالمنطق اني قلتك من ديوم الخاوة نحكي بموضوعية من بعد ما نتأقلموا مع الأدوات هذو نروحوا للجانب التطبيقي لكن في تحكم تاوزن تع الجسم نقول لي ونتعلموا كيفية نخرجوا مع الله سيرفاص نقول لي ونحاولوا كيفية نغوصوا كيفية نسقموا الكانار تعنا كيفية نتحكموا في التنفس تعنا كيفية نتنفسوا بطريقة صحيحة كيفية نحاولوا كيفية نركزوا باش نطولوا مدة تكتم النفس هذا به يجي الخاوة يجي من بعد اكتساب معلومات حول طريق التنفس الصحيح نكتسبوا معلومات حول ميكانيزمات الجسم كيفية نخدم وشية الأعضاء اللي تكونسومي بزاف اللي هنا يمكن يخرجنا من المرحلة اللولة تاقلموا مع الأدوات هذو راح تركيز ستعنا راح نلقا الانسباص في التركيز ستعنا وين يخولنا باش نقدروا نستوعبوا معلومات جديدة بخصوص تقنية الصيد الكهنار تعنا لتكنيك دوشاص سواء الصيد بالترصد سواء بصيد الجوحور نحاول نبعد كل تقنية نعطيوها الوقت اللي لازم لها ما يشفروا ككل سيد وكيف ما كان سيد يتعلم في اسمانة كان سيد في شهر كان سيد في عام ما نحرقوش هذا زيط نمشيو بمرحلية وكل واحد وشعطاه ربي سبحانه حنا الغاية عن الخوة هي الوصول الوصول نوصله بإذن الله بصح من تسرعوش فقط هذا ما كان من بعدها الخوة الراحة اللي يطاب كيف ما نبحثوها على الأسماك وبإذن الله يتعالى تجيب مع بعضها وجيب تدرج وجيب مرحلية وجيب الأسماك وجيب المتعة لأن الخوة ما قدروا يجذر كان ندخل هذا يأرزاق ورزق بي ربي سبحانه تقاواع جامي سيد أول مرة يدخل هذا الأمر ويضعوا بإذن الله وصل لأنه هذا هو أكبر خطأ ممكن يسقط فيه ومن بعدها رح يحرك بزاف دي زي طاب ورح يعرض نفسه للخطر وكيما تعرفوا الخوة الهوية لا كانش خطر آخر من غير الموت لقدر الله ربي يحفظنا ويحفظكم أجمعين لذلك نمشي بمرحلية نمشي كيف نقوله بالمنطق ونبحثوه ونوصله بإذن الله لا كانش تتوكل على الله وتخدم وتضع نقاط نقاط دي صورتي نعطيكم مثال الخوة نعطيكم مثال الكاميرا هذه وقت ما سنحت لي الفرصة والحمد لله رزق ربي سبحانه وجبتها والله يا أخوتي تشوفوا لي زي را اللي كوري جيتم بيها اتواحد وربي علاش لأنه نولي ليها كمرجع باش نصح الأخطاء سواء في التسديد سواء معيت حتى بيها بعدن كوري جي نعرف اللي زي را اللي كينين في المسد ساعتها الصيد معيت بالكاميرا هذي نعرف الأخطاء اللي درتهمانا قبل الغوصة ولا أثناء الصيد اللي يخلاه السمك يفزع ويروح من المكان الأدوات هذو الأدوات هذو راهم مسخرين لنا حنا باش نحسنوا الاستعمال التحم في الهوايات وبيش نحسنوا الاستعمال التحم لازم نعرف الخاصية تأكل الأدات لا المستعان الخوة تعمقنا شوية في الموضوع انتمنى خاوتنا ميزوش موضوع بحساسية خاصة النقطة تعصيات جديدة يدخل يضرب سمكة كبيرة انو انا اذكرت هذا النقطة ليش باش نطيح من قيمة صياد جديد وكونتر رانا بكل جدد في الهوايات بكران نتعلم الخوة لكن اعطيتها كمثال باش خاوتنا ما يتغرش لانو الفيديوهات هذو اللي راهم من شهرين على الانترنت راهم قاعدين انو نشوف فيهم خطر كبير على الصيادين المبتادئين لذلك يحتاج كما نقول انكادرامو يحتاج توجيه اوريونتاسيون باش ما يتغرش تولي تبين المريوهات راهي سهلة بمجرد ارتداء الادوات الدخول للبحر راح نصيد لنهبط العمق كبيرة حاجة ما يوعى كما قلت كل شي يجي بإذن الله لكن بالعمل المنطق البحث والمعلومات صحيحة والاجتهاد والتوكل على الله هذا قبل بالشرح والله المستعن خوا 200 خليكم تكملون لقطات هذا وتهل اللو في رواحكم في الفيديو يجدد ونشاء الله بالسلام وعيكم